كابتن شكري باية في كابتن بدر كابتن أسامة تعالى اللاعبة دي كابتن أسامة لما يبقى عندهم 18-19-20 سنة تمام؟ هتجي الفريق الأول خلاص اللاعبة ده يكون خلصت خلاص انت لما تطلع يبقى المستويات المتقربة كابتن أسامة وده كان بيحصل معنا احنا من قائمة احنا كنا بنلعب في الناشئين بيتلاقي لعيب مزور ولعيب كبير تعالى دلوقتي لما تلاقينا الفرس تيمة كابتن أسامة خلاص الفرق الجسماني بقوة تساوت السرعة فخلاص فانت هتيجي انت بتدمر كابتن بدر بتكلم والله فعلا ان كابتن أسامة انت بتدمر الكرة المصرية لازم يكون في واقفة خصوصا ان الكلام كابتن أسامة طالع من الاتحاد الكرة وطالع من المنتخبات انت مش بتتكلم في نادي دلوقتي انت بتقدم شكوى او بتقول ده فيه لعيبة لا الكلام ده طالع من المسؤولين داخل الاتحاد الكرة فلازم حرام ما نظلمش النهاردة انت عندك بتتكلم في بلال عطية وحمزة عبد الكريم اتنين لعيبة كبار جدا عيليا فحرام انا اتخال بقى اللعيبة دي لو بتلعب في السن المصدودة طالع من كابتن أسامة يبقى الشكل كان هيبقى عامل ازاي وعندك برضو مهند الشامي يبقى كلفت حاجة محترمة والدجوي يعني انت بتتكلم عندك بتاع 4-5 لعيبة كابتن أسامة عمر هاش هاش عمر كمال كل دول بيلعبوا منتخبات فانت حرام انت بتزلم دلوقتي الفرق اللي هو الفرق الكبير ده في سرعات في كوة في كل حاجة فلكن بصراحة كابتن أسامة خلينا نشيد باللعيبة النادي الاهلي قدمه موارا كبيرة جدا والواحد عنده ثقف ربنا بعد الواحد شافه مصر كلها شافته وجميل النادي شافته اننا عاملين فرقة محترمة والفرقة ده والتيم ده كابتن أسامة فكرك ان 3-4 لعيبة بإذن الله بعد كم سنة هتلوم في الفرق الاول ومن دلوقتي خلي بالك انت احسن من الاحسن لعيبة في العالم دلوقتي كابتن أسامة 17 سنة فانت لازم من دلوقتي اللعيبة دي لازم اتطلعها زي ما كان بيحصل معنا كابتن أسامة اللعيبة عنده 16-17 سنة لازم مش لازم يلعب بس اديره الإسان بالضبط التمرين مع الفرق الاولى كابتن أسامة بيخلي الوضع مختلف لما بيطلع السكة والكلام ده كله بيخده بس بنحييهم طبعا ويتمنوا بتوفير الفترة الجاية ان شاء الله